النهاردة كان فيه اجتماع مهم لوزاراء خارجية ورؤساء هيئات الأركان للدول الأعضاء في التحالف العربي اللي بيدعم الشرعية في اليمن وده بقيادة المملكة العربية السعودية واللي كان موجود في الرياض وزير الخارجية سامح شكري كانت له كلمة في هذا الاجتماع أكد خلالها أنه اليمن يعيش مرحلة قد تكون الأسوأ في تاريخه الحديث وأنه في أطراف غلبت مصالحها الديئة على حساب مصالح الوطن وهي قوات الحوثي وصالح وده اللي أدى لتدهور الأوضاع وعدم الوصول لحل سياسي لحد دلوقتي كمان وزير الخارجية أوضح أن مشاركة مصر في تحالف دعم الشرعية ده حماية للأمن القوم العربي كمان مصر مش هتسمح بأي حل من الأحوال أنه يتم تهديد أمن المملكة العربية السعودية اللي بيرتبط ارتباطاً عضوياً بالأمن القومي المصري وأكد كمان أن سبل استخدام العنف سواء ضد أهداف داخل اليمن أو لتهديد أمن السعودية الشقيقة لن تقبلها مصر وستشارك مع أعضاء التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالتصدي لها بمنتهى الحزم شكراً لاتبداً